طبعاً توقع للفنانة ياسمين ما بشوفها بتكفي حياتها لوحدة بشوفها في جواز وما بتكفي حياتها لوحدة وبشوف سبحان الله يلي عند الله ومش عند حدا أنا بشوف عندها يوماً ما طفل كيف وليه العلم عند الله ده توقع للفنانة ياسمين عبد العزيز اللي بكنل لها كل اهدرامة ايضاً انت شايف انها هتتجوز وحتخلف والله انا شايفها هتتجوز وشايفها ما بتكفي حياتها لوحدة ابداً بكفي هي الجدي وانا الجدي نحنا في فرق يومين ثلاثة باعياد ميلادنا بشوفها بيكون عندها كمان طفل ماسكة في ايدها طفل او طفلة في البيت عندها كيف وليه العلم عند الله لكن في قلتلك زي ما قلت لحضرتك فنانين كتير قبل وحكيت طلق طب لو انا يا استاذ عمر سألني مثلا الاعلامي نشان قال لي هل بتشوفي ياسمين واحمد العوبي طلق وقلت له لأ ابداً وصار برضو حتقوم الناس الناس برضو حتقوم فيعني ما بتخلص لو قلت الحقيقة او لو ما قلتش الحقيقة ما حتخلص فانا تعودت عادي طب هي حترجع لأحمد ولا مش حترجع لأحمد والله يوماً ما حتى لو شو ما صار يوماً ما يعني العلم عند الله انا مش محضرة بس احساسي بيقول كلمة واحدة انه الحب حيرجع يدق بابا بس قريباً يعني قريباً نعم ايوة قريباً نعم دي انسانة حساسة قوي وما بتقدرش تعيش بدون عاطفة اكيد طب الباب الحب رح يدق بابا طب ليلا انتي بتعرف الحاجات دي ازاي